السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف السادس ابتدائي وصلنا إلى محافظة المثنى صفحة 88 الموقع الجغرافي تقع محافظة المثنى في القسم الجنوب الغربي من وطن العراق إذن تقع محافظة المثنى في القسم الجنوب الغربي من وطن العراق هذا موقع محافظة المثنى اللي باللون الأحمر هي محافظة المثنى تقع في القسم الجنوبي الغربي من وطن العراق هنا مثل ما تلاحظون هذه الخريطة لاتجاهات شمال جنوب شرق غرب إذن هنا الموقع محافظة المثلنة في قسم الجنوب الغربي بين الجنوب والغرب في جزء الجنوب الغربي من وطننا العراق صار واضح هسن نجي إلى التضاريس تقع المحافظة بين السهل الرسوبي والهاضبة الغربية إذن محافظة المثلنة تقع بين منطقتين السهل الرسوبي والهاضبة الغربية هذه منطقة السهل الرسوبي وهذه منطقة الهاضبة الغربية إذن محافظة المثلنة قسم منعتها في منطقة السهل الرسوبي والقسم الآخر في منطقة الهاضبة الغربية الأقسام التي توجد التي تكون في منطقة السهل الرسوبي هي الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية يعني هنا لمحافظة المثنى الأقسام الشمالية الشرقية تقع في منطقة السهل الرسوبي لأن هذه هي منطقة السهل الرسوبي هذه منطقة السهل الرسوبي إذن الأقسام الشمالية الشرقية من محافظة المثنى تقع في منطقة السهل الرسوبي أما الأقسام الجنوبية الغربية تقع في منطقة الهضبة الغربية صار واضح؟ الأقسام التي تقع في منطقة السهل الرسوبي اللي هي الشمالية الشرقية بمن تتميز تتميز بالإنبساط التام لماذا؟ لأنها تقع في منطقة السهل الرسوبي في منطقة السهل الرسوبي يشغل السهل الرسوبي الأقسام الشرقية والشمالية الشرقية منها وتتميز أراضيها بالإنبساط التام يعني هذه الأقسام مثل ما ذكرني تتميز بالإنبساط التام لماذا يجينا تعليل؟ لماذا تتميز الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة بالإنبساط التام؟ وذلك لأنها تقع في منطقة السهل الرسوبي ومنطقة السهل الرسوبي نعرف أنها تتميز أراضيها بالإنبساط التام أما الهضبة الغربية التي تشكل القسم الأكبر فتشغل باقي أقسام المحافظة إلى سيمة الغربية والجنوبية الغربية منها وتتميز بسيادة كثبان الرملية والأودية والمنخفضات إذن منطقة الهضب الغربية هي تشكل القسم الأكبر من المحافظة يعني أكبر الأجزاء الموجودة في محافظة المثنى تقع في منطقة الهضب الغربية تقع في منطقة الهضب الغربية وخاصة الأقسام الغربية والجنوبية الغربية هذه الأقسام تقع في منطقة الهضب الغربية شو تتميز هذه الأقسام بما تتميز؟ تتميز بسيادة الكثبان الرملية والأودية والمنخفضات إذن محافظة المثنى الأقسام الشمالية الشرقية وخاصة الشرقية تتميز بالإنبساط التام لأنها تقع في منطقة السهل الرسوبي أما الأقسام الغربية والجنوبية الغربية تتميز بسيادة الكثبان الرملية سيجينا تعليل لماذا؟ نقول لأنها تقع في منطقة الهضب الغربية لأنها تقع في منطقة الهضب الغربية صار واضح؟ هذا بالنسبة للتضاريس المناخ تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراء والحار الجاف إذن المناخ الذي يسود محافظة المثنى هو المناخ الصحراوي الحار الجاف إذن يجينا فراغ الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وخاصة خلال فصل الصيف واعتداله في فصل الشتاء أما أنطارها فتكون قليلة ومتذبذبة إذ تكون كمياتها أقل من 150 مل يعني الكميات الأنطار تكون قليلة مقارنة مع المحافظات الأخرى اللي بالمناخ الصحراوي اللي تكون من المحافظات اللي ذكرناها في الدروس السابقة التي تقع في منطقة المناخ الصحراوي من 150 إلى 300 مل أما محافظة المثنى لا كمياتها هي أقل من 150 مل أقل من 150 مل صار واضح حسب النسبة للمناخ الذي يسود محافظة المثنى هو المناخ الصحراوي الحار الجاف الموارد المائية اقتصرت مصادر المياه في المحافظة على المياه السطحية هنا يجينا فراغ وتتمثل بنهر الفرات وتفرعاته إذن مصادر المائية في محافظة المثنى تقتصر على نهر الفرات وتفرعاته كالسبيل والعطشان السبيل والعطشان من نريد أن نعرف السبيل والعطشان نقول وهو أحد فروع نهر الفرات الذي يعد المصدر الرئيسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في محافظة المثنى هذا هنا إذا جاءنا تعريف السبيل أو إذا جاءنا تعريف العطشان هو أحد فروع نهر الفرات والذي يعد المصدر الرئيسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في محافظة المثنى كما تتميز المحافظة بوجود المنخفضات والأهوار والبحيرات أهمها بحيرة الساوة وهور الصليبات بحيرة الساوة إذا أريد أن نعرف بحيرة الساوة وهي البحيرة التي تقع في محافظة المثنى والذي تعيد من المصادر المائية في المحافظة وكذلك هور الصليبات نقول وهو أحد المنخفضات الموجودة في محافظة المثنى والذي يعد أحد المصادر المائية في المحافظة صار واضح هذا بالنسبة للموارد المائية الموارد المائية في محافظة المثنى اقتصرت على المياه السطحية المتمثلة بنهر الفرات هذا يجينا فراغات وتفرعات نهر الفرات في محافظة المثنى كالسبيل والعطشان هنا كذلك تجينا أما فراغات أو تعاريف نقول وهو أحد فروع نهر الفرات الذي يعد المصدر الرئيسي لمختلف الأشيطة الاقتصادية في محافظة المثنى وكذلك تتميز المحافظة بوجود المنخفضات والأهوار والبحيرات أهمها بحيرة الساوة وهور الصليبات هنا يجينا فراغات أو تعاريف بحيرة الساوة وهي البحيرة التي تقع في محافظة المثنى والذي تعد من المصادر المائية في المحافظة وكذلك هور الصليبات وهو أحد الأهوار الموجودة في محافظة المثنى والذي يعد من مصادر المائية في المحافظة نبدأ تاريخي عن محافظة المثنى نبدأ تاريخي عن محافظة المثنى قيل إن معنى اسم السماوة هو الأرض المستوية التي لا حجر فيها وربما جاءت تسميتها نسبة إلى الشيء العالي إذن هنا يجينا السؤال ما معنى اسم السماوة؟ ما معنى اسم السماوة؟ نقول هو الأرض المستوية التي لا حجر فيها وربما جاءت تسميتها نسبة إلى الشيء العالي يعني هنانا إلهم عن معنيين أصبحت المثنى محافظة بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ومن المدن التاريخية في المحافظة هي مدينة الوركا هنا رح نتكلم عن مدينة الوركا الموجودة في محافظة المثنى دينة الوركا تعد من أشهر المدن السومرية في العراق القديم التي سكنها الناس منذ ستة الألف عام قبل الميلاد وحتى المدة السابقة للعصر الإسلامي وقد اكتسبت مدينة الوركا أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية هنا يجينا السؤال اكتسبت مدينة الوركا أهمية خاصة من بين المدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية أو يجينا السؤال مدينة الوركا أهمية من الناحية العلمية والدينية هنا نقول بسبب الرقم الطينية المكتشفة فيها والتي ترجع إلى بداية عصر اختراع الكتابة الرقم الطينية المكتشفة فيها والتي ترجع إلى بداية عصر اختراع الكتابة يعني هنانا إليها أهمية من الناحية العلمية قبل نحو خمسة آلاف عام وهي مركز عبادة الآلهة إينانا إشتار والتي نمثل كوكب الزهرة يعني إينانا كذلك إليها أهمية من الناحية الدينية إذن هنا لدينا سببين لماذا اكتسبت مدينة الوركاء أهمية خاصة بين المدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية نقول بسبب الرقم الطينية المكتشفة فيها والتي ترجع إلى بداية عصر اختراع الكتابة قبل نحو خمسة آلاف عام ذكرنا أن العراق هو أول من اختراع الكتابة وكانوا يكتبون على الرقم الطينية وهي ألواح من الطين يكتبون على ألواح من الطين وتسمى بالرقم الطينية وكذلك هي مركز عبادة الآلهة إينانا إشتار والتي تمثل كوكب الزهرة وتشير النصوص المسمارية إلى أن قلقامش الملك السومري صاحب الأسطورة الشهيرة هو أول من بنى مراحلها قبل حوالي 4700 سنة قبل الميلاد مضت إينانا عدنا تعريف قلقامش وهو الملك السومري صاحب الأسطورة الشهيرة وهو أول من بنى مراحلها قبل حوالي 4700 سنة قبل الميلاد هنا عدنا تعريف قلقامش وقد اشتهرت مدينة الوركاء بمخططها الحضري هنا عدنا ما هي أو بماذا اشتهرت مدينة الوركاء اشتهرت بمخططها الحضري الذي يشمل السور الخارجي والأبراج والبوابات والمعابد وزقورتها التي يعود تاريخها لعهد الملك أورنامو مؤسس سلالة أور الثالثة قبل 4000 عام قبل الميلاد إذن هنا بماذا اشتهرت مدينة الوركاء اشتهرت بمخططها الحضري هنا تعليل اشتهرت بمخططها الحضري أو ماذا يشمل مخطط مدينة الوركاء يشمل السور الخارجي والأبراج والبوابات والمعابد وزقورتها التي يعود تاريخها لعهد الملك أورنامو الزقورة هي اللي كانت المعابد كانت المعابد أو معبد الزقورة اللي هو في مدينة الوركاء أورنامو مؤسس سلالة أور الثالثة قبل 4000 عام قبل الميلاد هذا ملخص درسنا لهذا اليوم توفيقوا إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر